اكد معالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اكد عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تستند إلى أسس متينة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وخلال اللقاء شاد معالي الوزير بما تشهده العلاقات بين المملكتين الشقيقتين من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ونوه الوزير بما يليه سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وأخوه سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من حرص على تعزيز تلك العلاقات نحو مستويات أكثر تميزا في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ونوه الوزير خلال اللقاء بدور المملكة العربية السعودية الداعم وأساماتها المستمرة في العديد من المشاريع التنموية بمملكة البحرين والتي أسهمت في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي بما يجسد العلاقات الأخوية التاريخية والعمل الخليجي المشترك وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية موصلة تعزيز مسارات التعاون والدفع بها نحو مستويات أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر